أنظر العالم كله بتترقب المباراة دي غير طبعا الملايين اللي في مصر وفي العالم زي ما قولنا والحقيقة يعني علشان كده يمكن النهاردة مصر مهتمة جدا بخروج المباراة لبر الأمان في أفضل صورة ليها وكل المسؤولين النهاردة في الدولة وخاصة رجال الأمن باستعدوا بشكل كبير جدا علشان المباراة تخرج في شكلها الحضاري شكل يليق بالرياضة المصرية زي ما كنا بنردد الأيام اللي فاتت من خلال المباراة دي مباراة بنتظرها العالم العربي بتنتظرها القارة السمراء قارة أفريقيا وبنتظرها العالم أيضا متعندك كاس العالم للأندية كمان والحقيقة زي ما عرفنا أنه الأجهزة الأمنية انتهت خلاص أو أنهت استعداداتها بشكل كبير لتأمين اللقاء المرتقب بشكل كامل في خطط أمنية ووضعت النهاردة بتضمن تأمين لعبة الفريق وتقم التحكيم أكيد وفي شقين الحقيقة هنا يعني في تأمين المباراة الأول يمكن وزارة الداخلية كابتن هيني اللي هكون مهمتها أنهي يتأمن المباراة من خارج الأسوار